واستغل فكرة ان معايك كابتن محمد عبدالله وعد اسألوه في كل حاجة في الكرة المصرية ممسألوش عن نفسه بقى وتجربة بايونير قولي بقى تجربة بايونير دي بالنسبة لك تبسل لك ايه لا والله يعني تجربة الحمد لله بفضل الله يعني مش عايز قولها جات فوقتها يعني السنة دي يعني من كل معظم الناس اللي بكلمه بقوله ما مكتوبة على المجمع محمد عبدالله بقشقة السنة دي صح اه يعني خبتها مبدايا كده كان اول السيزن من الزرقة بعد كده روح تمسك فرقة الحمام لحد ما ربنا قرمني بنادي ميونير نادي محترم جدا مؤسسة مش عايز اقولك يعني ان شاء الله لها مستبل في الكرة المصرية طبعا برئيس الحج محمد عطي يعني ما شاء الله حد كده حد سوالة حرج رئيس نادي يعني فاهم عارف هو عارف بيعمل ايه اه موفر لي كل حاجة بصراحة من ساعة ما جيت يعني انا كنت رايح برضو واخد الفرقة يعني الامور ما كانتش مستقرة جاي بعد اربع هزايا متعادل من خمساشر بونت كانوا محقق بونت الدور التاني فالموضوع ما كان بالنسبة لي صعبه برضو كان وانا سايب الحمام كان عندي واحد وعشرين بونت والمفروض ان اول ماتش بعد يعني كان اخر الاسبوع اللي انا مسكت فيها بيونير هو كان اسبوع اللي انا هابدها الحمام ما يلع فيه بيونير وكان في دماغي ان انا هروا واحد رب بيونير رب ازاو 24 وعشرين واجيبوا معي انا كمان تحت يبقى ايه بدل ما بنصرح حوالي اربع خمس فرق لأ ازاوض بقى عشان الالحق نفسي صحيح فربنا كرم طبعا كان حصل لا يعني مش هقول مشكلة يعني اختلاف وجهة اختلاف انا ممشيت لما مشيت من الحمام بسبب لعيبتي ان انا فعلا يعني بشكرهم برضو وباركلهم في نفس الوقت لان انا جيبت مجموعة لعيبة فبين الدورين في نادي الحمام انا جيب حوالي 13-14 اجمية وستة الف فلا بادي جهن جاي لمحمد عبدالله ومسك نادي الحمام خبسة بنت النهاردة نادي الحمام بيفنش هو عنده 34 بنت ولسه فاضل ومطشين فلما حصل مشكلة هناك في الملعب بالاخص سيبت الفرقة وبالليل طبعا حصل اتصال بيني وبين مجلس دورة نادي ريونير اللي ليه الشرف فعلا انا متواجب في مؤسسة زي دي الحمد لله استقررنا بشكل كويس جينا خدت حوالي اربع خمس مباراة الحمام اتعدلت دي كيرنس اتعدلت خسرت السلوم كسبت الرجاء اتعدلت المجد وكان بقى بداية الانطلاق بصراحة يعني انا كان ده اللي كان اللي انا كنت شايفه ان الفرقة فعلا فرقة كويسة جدا مجموعة لعيبة كويسة بس كانوا محتاجين فترة يعني فترة التوقف طويلة تعرف تلم نفسك وتعرف تبدأ بشغلك انت الحمد لله بصراحة الحج محمد طلابت انا فعلا ملعب استاد بانا قلت عايز ملعب كويس رمضان بالاخص الراجل ما تقرش انا في اي حاجة حضر للملعب اشتغلنا حوالي تسعتاشر وواحدة في شهر رمضان اشتغلنا خمس مرشات مدين الحمد لله اعتبر احنا الفرقة بعد التوقف الفرقة اللي جمعت سبعة منط لسه كاثبانين احنا الحرس يوم الخميس كسبناهم اتنين صفر قبلها كسبنا صد المحلة خمسة وتعادلت سبورتنج في سبورتنج صفر صفر كنتبع لعب عشرة لعيبة برضو من الشرط التاني فالحمد لله المستوى ثابت وعادنا بالفرقة الرسمي وكان برضو حتى في اجتماع مبارح مع الحج محمد عطية منحط سيستم للموسم الجديد وان شاء الله يعني زي ما بقولك يعني ان شاء الله فعلا بوجود الراجل ده هتلاقي النادف حتى تاني عارف اقولك حاجة مش مش مجاملة لك عشان انت قد قدامي دلوقتي بس انا بحترم جدا المدرب اللي كان شغال ممتاز ويبقى عنده استعداد ينزل درجة تانية ويبدأ من تحت شوية كمان عشان معظم ام مش معظم كل المدربين الكبار اللي جم في الكرة المصرية عادوا من الدرجة التانية وخدوا الخبرات وخدوا الشغل بتاعها في مدربين اصلا عادت مع عمدربي يقولك لا انا مشتغلش درجة انا اشتغل ممتاز بس ويبقى لسه بادئ حياتي بس يقولك انا اشتغل يبقى مش هاشتغل يبقى مش هاشتغل عصد ده كاس كاس لازم تدقه وبعدين انت يعني زيادة خبرات هقولك الحاجة انا كنت مسي كوكاكولا السنة اللي فاتت ليا صعدت مش هقولك ان انا فشلت بس هقولك ان انا تعلمت انا عملت فرقة عملت فترة اعداد وكونت فرقة مثلا مش حاجز اقولك فخمستاشر يوم والدوري بعدها بعشر تيام يعني بدأت فترة اعداد واحد وتلاتين عشرة واول ماتش الرسمي ايه خمسة وعشرين حداشر ما الحق انت عارف على ما تحط شغلك وبتقول باسم الله هيكون اعد عليك خمسة اسابيع وده اللحظ النتائج كانت عكسيها معاي وانا ماشي اخر مباراة كانت مباراة شبين دخلت قلت اللبس اللعيبة قلت لهم ان شاء الله الفرقة دي لا هتصعد وقد كان جيه كابتن تامر مصطفى كمل المسيرة وفعلا الفرقة هي اللي صعدة صحيح فانا تعلمت وكل ما بتعد عليك تجربة بتعلم منها وبتزود خبراتك الحمد لله بدأت مع الزرقة تعلمت حاجات منها كتير صحيح روحت الخط يعني بقولك مجسفة انت بتاخد فرقة بعد عشر اسابيع او حداشر اسبوع الفرقة الحمام عندها خمسة بونط يعني على الورق هبطوا من الدور الاول صحيح الحمد لله قعدوا روحت بتاخد فرقة منهارة بيونير خسارة يعني انا راح واخدهم بعد خسارة من الزرقة يعتبر اللي هي الفرقة اللي كانت هبطت رسمي وخسرين ثلاثة واحدة الحمد لله النهاردة عادين قبل الدور باسبوعان كمان وعادين بمكسب عظيم لسه بقولك من يومين تكاثبان الحرص اللي صعد الدور الممتاز كل دي خبرات بتزودك صحيح بس الجانب اللي بيزودك اكتر واكتر فعلا لما تبقى شغال في وسط منظومة احترافية فعلا فاهمين اللي ليهم واللي عليهم صحيح لما يبقى عندك برضو اللي هي الوسائل المساعدة اللي تقدر تنجحك فعلا تقدر تنجح صحيح فانا طبعا من خلالك بشكر الحج محمد عطية وبشكر المنظومة كلها المجازي الفني المساعد لها يعني فعلا الناس تعبت معنا الفترة اللي فاتت والحمد لله اللي لقى دينا الفترة فات يعني